لأن الآن ارتفعت رؤوس بفقه الواقع وفي حقيقة الأمر هم لا يريدوا الأمة أن تعرفوا الواقع أبدا خاصة الواقع بها فيجب أن نعرف الواقع بيلا يجب أن نعرف واقع أهل الأهواء مناهجهم أذكارهم تضليلهم للناس كلعبهم بالعقول وما يجب أن نعرف منهج أهل السنة والجمع يعرف المصطلح يعرف مواقف أهل السنة من أهل البداء مواقف السنة من المخطئين حتى لو كان إماما لا يجب أن يستمره خطأ هذا الإمام كيف هو المخطئين مساكين المخطئون مساكين ما فلقوا مرتبة الإماما ولا تعمقوا في العلم كيف يسكف عن أخطائهم وإذا كان هناك ظلال كيف يسكف عن ضلالهم أليس هذا من الكوارث التي حاقت بالأمة أن تتصدى لمن ينصر دين الله ويدب عن أصحاب رسول الله ويدب عن سنة رسول الله فيحاربونه حالبونه حالبون ما يصمف منها جهة السنة والجماعة كذبا وزورا فتفقهوا أيها الناس إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان المسؤولات يعني إن جاءكم فاسقهم بالأمين فتبينوا الآن يجيخ واحد سلبي ما ستبين يقال فيه ويقال ويقال الصدق والله لا تسألن أمام الله سبارك وتعالى إن هناك حسيب رقيب يجب على كل مسلم أن يحترم دينه وعقيدته وعقله ولا يسلم عقله لأحد شج برهان قواعد قصول ضوابط إذا أردنا أن نحفظ دين الله ونحفظ قلوبنا ونحفظ شبابنا ونحفظ ديننا ونكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كنتم خير أمة أنكر المنكرات بعد الشرك بالله البداء وقد يكون في البداء شرك أكبر وقد يكون في البداء كبر كما في طريق الصلاة تعطيه الصلاة إلا قف لكننا ما نخفر لأن هؤلاء نأسد الله في جهان ما أقمنا عليهم الحجة وإلا هو القفر لما يقول الله يستوى فتقول لا آيات وأحالي ألف الدين يقول لا ما استوى الله في كل مكان هذا قفر وتقديم لله عز وجل تأكمل ما تأمد الكريم جهل وهو بارك الله فيه وبال لا شك بارك الله فيه كذلك لما يقول يا أرد الله لا لا استغاثب غير لا جائزة تؤلف لذلك الكتب كيف يسكن عن هذا كيف يسكن يسمد الصحابة كيف يسمد الصحابة يسمد الصحابة يقول كفره زندك انتقاس صحابي واحد زندك يقولون انتقاس إذا من انتكث صحابيا واحد هو زندك فلما يأتي واحد ينتكث الصحابة كلها ويبقى إماما في الأمة ما هو هذا من اللعب الدين واللعب بعقول الناس يعني هذا يكفيه بس انه انتكث أثمان وأسكت خلافه مثلا وانتكث صحابا لبعضه كلهم وأهالهم وأدلهم كيف يسكن عنه كيف يدافع عنه كيف إذا أقاف لك حلول وحدة وجود بلالات اشتراكيات بلالة كيف يسكن من هذا عند عادة قواعين وهذه الأوبئة تفتك بعقول الأمة وتنتشر باسم الإسلام وباسم التجديد فنحن لا أشهد الشباب أن يحترم أول انفسهم وأن يحترموا عقولهم وأن يرحموا أنفسهم من هذه الهوة التي رباها فيها أهل الأهواء فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذ الشباب أو كثيرا منهم مما وقعوا فيه دلاهم أهل الأهواء بغرور في هوة الأباطيل والترهات وصاروا مثل الخرافيين بل يفوقونهم في تسجيق الترهات والخرافات والشائعات الكاذبة والعياذ بالله يعني بعض الناس يقولهم ما تقبل الباطل أبدا يقولهم ما تقبل الباطل حتى لو عالم عقله ما يقبل الباطل يرفضه فطرة وأقله يبطل الله العلم ويقبل الأباطيل والبصادر والأدلة قائمة كالشمس أمامهم ويتجاهلونها انتهى الوقت أسر بارك رأسيس ترجمة نانسي قنقر